الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم كنا ذكرنا قصة موسى عليه السلام مع الخضر وأن الخضر قال هذا فراق بيني وبينك لما سأله في قال لو اتخذت عليه أجر عن إصلاحه للجدار فقال هذا فراق بيني وبينك ثم أخبره بين له لما فعله فائدة في كنز الغلامين اليتيمين روي عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا الكنز كان لوحا من ذهب كتب فيه عجبا لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصر يعني يتعب معنى هو كل شيء مقدر لابد أن يكون لابد هو كائد عجبا لمن أيقن بالنار كيف يضحى إذا كان عارف أنت بوجود جهنم وأنت لا تدري تنزل نارا أم تنزل جنة كيف يطيب لك الضحك بهذا معنى عجبا لمن يؤمن بالموت كيف يفرح لأن الموت عند كل لحظة يمكن أن يكون فكي تفرح وصيف الموت مسلط على رقبتك عجبا لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل والله سبحانه وتعالى كما قال وقفوهم إنهم مسؤولون فوربك لنسألنا لنهم أجمعين إذا أنت موقع بهذا فكيف تغفل في هذه الحياة عجبا لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئنه إليها علمك الإنسان كان على قدر من البحبوحة وسعة العيش تنقلب وهذا البلد السويسرا أنا بعرف علمك كان مليونير صار مديونير كان عنده مليون صار ناقص مليون فالانقلاب فيه سريع سريع جدا هذه البلاد اللي فيها قدر عالم من الرفاهية فالانسان بعضين الأحيان بيصير بيطلع بيطلع وبيصير يريد أكثر فبتجي ضربه فكثير من الناس كان عنده ملايين صار عنده ناقص ملايين مش ناقص ألف صار ناقص فعجبا لمن رأى الدنيا وتقلوبها بأهلها كيف يطمئنه إليها أنا الله الذي لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي هكذا رويا عن ابن عباس أنه مكتوب على هذا اللوح الذي كان تحت هذا الجيد فالانسان بعضي لدينا انخبار فالانسان بعض الأحيان في رسولي فالانسان الغرفة جسد بيطلع الأحيان انخبار قدر حصل على الواطن والخضير حتى الارسان الذي يأخذت فالانسان الغرفة وخصول على دعول عباس سيطلع بيطلع بيطلع قد تتحدث فالانسان جزيجيًا ويقوم بكتابة في المنزل كما تضطع إلى المعبليات التي يجعلها في نفس العام، كما قد يكون مضحة اليوم وكما صحر لك، كما تضطع إلى النبيين الذي أر Angie بإمان أننا يهامون الذين يمكنهم إلى الوصل لعظهته وليس في سدرع في البلسات المبنزة، ترى أنت ترى كأنه كنت يترقى أنه ينبق على المنتج الأمر تترقى أنه يتداقب على المنزل dontه وشيء لا يرغب في مرأة المعارضة يمضحنا على الشرخ في القربي على المثال ثابت يقول للي شيء لا يريد أن ترد في المقابلة لا يوجد بها لا يطرق لا يطرق وهو مقابلة أجدنا بناء دقل بالتأكد به في هذا المهم يسألون تشابي اagues اخير اصبحت webinar 35000 ومن ثم ينصد لمن ثم ينصد لأمه من دوباره وين لا يستطيع لي أي شيء من خلاله أعطب كيف تتعلم عن ذلك كل شيء في هذا المنزل ينتجون الناس بصدرين كان محقاً محقاً بالأمول جواب إليه ولكيه رجعلًا المصدرين هناك زندس هناك محقاً ويقوم بالأمول ينزل المنزل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الآن الراجح أنه نبي في قول أنه ولي في بعض العلماء قال الخضر ليس نبيا إنما هو ولي مختلف فيه لكن الراجح أنه نبي لما لأنه أليس الله تعالى أخبر في القرآن أنه قال وما فعلته عن أمري لما فرق السفينة وقتل الغلام وأصلح الجدار قال وما فعلته عن أمري إذن بإيش بالله حي alors الخضر ترجمة نانسي قنقر أو صديقه وليه أعطيه أنه هو مفهوم لأنه في المساعدة للمساعدة لا يقال شيء من مفهوم هذا يدعني بل أطلق أعطيه في المساعدة على قول ما قال إنه ولي فأكون معنا وما فعلتو عن أمري أي نبيا أخبرني بالوحي أن أفعل هذا كمان يعني بكون نبي أخباره أن يفعل لأنه الولي لإسالة ويقول جاء في بالي أن أقتل هذا ما يمشي الحال ما يمشي لا يصح بالمارة alors si on dit que certains savants on dit c'est un saint alors comment il a tué l'enfant et il a trouvé le bateau et il a réparé le mur dans un village où ils n'étaient pas corrects avec eux alors on dit c'est un prophète qui lui a transmis de faire par révélation c'est un prophète qui lui a transmis par révélation mais parce que il ne faut pas dire un jour un il a tué quelqu'un il dit je suis wali j'ai eu quelque chose dans mon cœur je l'ai tué ça ne marche pas ça ما يمشي الحال لكن هو كثير من مدعي التصوّف الدجالين يُعجبهم أن يقول الولي ويقول لك شوف عنده علم أكتر من موسى وانظر ماذا فعل ويقول لك يعني تجد بعض الفرق تقول لك نحن الإمام عندنا بيوصل للدرج أعلى للأنبياء فنعم هذا خروج من الدين الأنبياء أفضل خروج من الدين 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 خ عن واحد يدعي أنه نقشبندية الطريقة النقشبندية طريقة جيدة والسادة النقشبندية فيهم علماء والصلحاء لكن هذا يدعي النقشبندية قال نحن نظرنا يحرق الشرور منين جاب هذه قال نحن نظرنا يحرق الشرور نحن ننظر إلى الرجال والنساء مش مثلكم أن احنا هو إذا نظر إلى المرأة العارية خلاص بيحرق الشر اللي فيها من أين هذا؟ من أين هذا؟ الله تعالى يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ما فيه سواء رجل صالح من باب أو لا رجل صالح من باب أو لا يغضوا بسارهم alors certains ont dit nous notre regard ça brûle le mal alors nous on regarde les hommes les femmes ils voulaient dire que même si tu me vois en train de voir des femmes mal habillées tu dis le shaykh il est en train de brûler le mal mais ça c'est pas dans l'islam c'est pas comme ça com brûle le mal الشر يحرق بالعلم بالنصيحة pas بالنظر المحرم leys Ah are שנバm Michael متعلم تؤمر معروفة عن منكر بالعلم وبالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف هكذا يمكن أن يزول الشر لا أن ترتكبه تقول أنا إذا ارتكبته أنا إذا نظرت أنا يباح لي من أين لك يباح لك كذاب بعدين ما تطلع لي تقول لي شيخ أنت لحدك هل أدى هل أدى لحده هل أدى يعني لنهدى لا ينظر على أبغة عندما أرى الكبير المنكرية يقولوا الهذا لك لأنه من الفت beings لأن السيخ يمتاني وأن يصدر على أبغة حاليا نظر لذا يقضر الله أبو نور لقد أصابه إذا كنت عن المنكر ينتظر الله لأنه هناك أشارك لحريطون لقد أرى كان قد مراتك إذا كنتم بطول اللحة تستوجيبون القضاء لكانت تسعد لمرتضاء لو كان الأمر لكن الأمر ليس بطول اللحة ولا بالعمامة ولا بالعمامة ولا بالحملة العصة ولا بتحسين الجبه إنما ربرة توبي إصابة الحق ربرة توبي إصابة الحق ce qui est pris en considération dans la religion de l'islam c'est le fait d'atteindre la vérité qu'il a une barbe ou il n'a pas de barbe, il a un turban ou il n'a pas de turban, il a un joli juba ou il n'a pas un joli juba mais lorsqu'il parle c'est quelqu'un qui tient référence au Qur'an Karim, au Sunna al-Mutaha, les paroles des savants de l'islam إذا كان يتكلم وكلامهم مؤيد من القرآن والسنة وأقوال الإنم المعتبرين هذا ينظر إليه ويختدى به ويعني الإنسان يأخذه قدوة طيب قصة قارون مع موسى عليه السلام قال نقرأ بعض الآيات في أمر قارون قال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم وَأَتَيْنَا هُمِنَا الْقُنُوزِ مَا إِنَّا مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْهُ بِالْعُصْبَةِ وَلِلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَنَا لَا تَفْرَحَ عَنِ لَا تَتَكَبْرَ إن怒ال من قارون موسى من قارون لذلك تجارة مع الفراهن تجارة مع موال طايلة الله أخبر أن تحتاج إلى عصب و تحميلها تسقل على المجموع من الرجال puisqu'il avait du commerce et est proche de فراهن et il a suivi فراهن alors on lui a donné du travail avec les فراهن alors tu travailles avec un comme فراهن tu vas être riche, alors les clés de ces coffres on a besoin d'un groupe des gens pour les porter, ils ne les portent pas facilement et ils trouvent que c'est lourd pour eux et c'est l'Iman والعمال الصالح cherchent l'agrément de Dieu cherchent l'au-delà parce qu'Allah t'a donné par le fait de croire et œuvrer dans le bien ce n'est pas œuvrer en étant mécréant mais avec la foi avec l'Iman je me rappelle un docteur qui parlait dans l'université au nom de l'islam il dit et Allah a dit n'oublie pas ta part durant la vie de la vie n'oublie pas ta part dans le fait de chercher dans le fait de chercher l'agrément de Dieu le fait de chercher les provisions pour le jour dernier c'est ça l'aïa ça s'approuve et sois bienfaisant comme Allah était bienfaisant vers toi où il t'a donné de ses bienfaits ne cherchent pas à semer la corruption les péchés l'injustice la désobéissance il a dit c'est de ma part parce que j'ai de connaissances et si Allah m'a donné ça ça veut dire je suis quelqu'un vis-à-vis de Dieu je suis quelqu'un agréé je suis quelqu'un de bien vis-à-vis de Dieu il pense comme ça en parlant de de Shaddad en parlant de Numrud et dès que Numrud t'aille l'Irak il y a un sayyed d'Ibrahim 4 000 sénat quand ils ont vécu des langues des siècles et puis après Allah subhanahu l'éternat 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 فإذا قارون هو الذي ذكر الله تعالى في القرآن هو ابن عم لموسى عليه السلام كذا قيل وقيل غير ذلك كان فرعون كافر الدائل الوهية والفراعنة كانوا يعبدون أشياء غريبة عجيبة وكان هذا يؤيدهم قارون يُسَلِّفَ إِنحَٰى كما يُجُسِينَّ كانوا يُسُمِينَ كانوا يسررين كانوا يساعدوا من الموسى كانوا يرسون كانوا يُسَدُونَ كانوا يرسون لذلك كانوا يرسون ف seldom يتوقون إذًا كما تشبرون نعم في ناس يسكرون بحب الدنيا من غير شراب حبه الدنيا يجعله كالسكران ما يبعد يفكر منيح ولا يحسن التفكير ولا يحسن التصرف وبينسى الموت وبينسى الآخرة وكان كثيرا المالي والقنوز حتى كان مفاتيحه هذه الخزانة التي يضع فيها قنوزه تحتاج إلى أن يحملها جماعة من الرجال الأقوية كانت قيل تحمل على أربعين بغن مفاتيح مجمحة ça a été dit que les clés de ces coffres on les porte sur 140 mulets pour porter les clés de ces coffres فناصحة القومة كما يتفرح يعني لاتتكبار أعطاء بعض الاضحارات جديدة تسلواني من الانجستيس من الانجستيس من الانجستيس فلم يقبل بل زداد تكبورا وفخرا إلى تعرف كثير من الناس لما يصير عندهم المال وإذا كانوا يعرف الرئيس مشكلة كبيرة مالوا يعرف الرئيس مال وسلطة يعني المعضة الحمد يكون عنده مال ما عنده إيد مع السلطة وبيرور فيها السلطة بتاخذ ليون بزداد تبايت خالت سادا كان عنده مالوا معرفة مع فراهن قرب了 الفراهن إلي تهدو خorش فراهن بسكه كان مناتباع إليه إلمان عانفا بخوروري الإعقار إلمان والجان معرفة الفراهن إليه إليه الانجستيس فيغرف الحمد وريغرفة ورّاد الأخبار وربحث والأخبار إلا إليتي أنك أتالي أكثر في مرغويل وإلا فييرتي وقيل الله وإلا كنماتك مصروفة لتحصيل الثواء من هذه دونة للآخرة بالإيمان والعمل صالح رفلشي تو يجب أن تؤمن يجب أن تؤمن يجب أن تحرم لتحرم لبنزه 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 لنزه لنزه إذا كان لك مع الأرض ذهبا لك لا يقبله الله منك الذي تفتدي به من العذب هذا في سورة المائدة لو كان لك وقال إلى كل كل ce qui était sur cette terre pour toi могت لا يقبله الله يعني لمن مات كافر لو كان له ما على وجه الأرض لفتدي به من العذب ولو كان هذا لا يقبله الله الله تعالى منه لا يقبله الله فإذا قيل له أحسن كما أحصن الله إليك لم يلتفت إلى قودهم ولكن قال إنما أتيت على علم يعني أنا لا أحتاج إلى نصحكم أنا عندي علم أنا عندي معرفة هذا المال أتيت على خبرة مني ويظن بنفسي أن الله تعالى يحبه لأنه أعطاه هذا المال بعض الناس ستنبان 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 سنبان لباند خفايا توسايد ستنبان ستنبان لأقرير ليس هذا دليل لا من يريد الله به خيرا يصب منه بل ينبغي للإنسان إذا قلت المصائب عليه وكثرت النعم ينبغي أن يقلق لأنه إذا أحب الله عبدا ابتلاه فما بال أنا لا مر علي سنين ما رأيت بلاء لا مرضا لا فقرا لا جوعا لا مات قريب كذا فينبغي أن يقلق من هذه الحالة شوف سيدنا محمد أحبه خلق الله إلى الله كان ما يمر عليه إيش ثلاثة أيام متتالية فيجمع من خبز القمح وخبز الشعير يمر عليه شعران أو شعر لا يوقع في بيته نار ما بيصنع طعام ساخن يعني مطبوخ لأنه يقلق في بيصنع خذ الحياة من المسافر ونحن في المتفضل ونحن فقط أولاً ون تكون عادي بعملواسين ومن ثم نقل فقط وفقه لن تشئ من خلاله القديم طالب أو مجرد لن ترسل فيها جدًا كبيرًا في حل قيتًا يعتقد الذي يشارك ذلك المصابر بالأسوار التي تجري الوقت وما يشارك نفسها في شيء الثمين الغالي لأنهم يجبون تواب هذا العمل فَيَقُولَ الْأَلَمْ يَمُرُ الْجُعِ يَمُرُ الْتَعَبِ يَمُرُ الْأَلَم يَمُرُ وَلَكِنَ الثَّوَابِ يَبْقَى alors ils voient la récompense des épreuves les épreuves passent et la récompense par la suite يَمْبَرِيَا نَنْزُرِ إِلَا الْبَلَا بِهَذَا الْمُنظَرِ يَمْبَرِيَا نَنْزُرِ إِلَا الْبَلَا بِهَذَا الْمُنظَرِ il faut qu'on voit les épreuves de cet côté si Allah Ta'ala t'a éprouvé et en même temps toi tu es qu'au royaume tu fais la prière, tu fais le jeûne tu t'es loin de l'haram ça veut dire Allah Ta'ala a voulu du bien pour toi إِذَا اللَّهَ بْتَلَاكِ بِالْجُعِ بِالْفَقْرِ بِكَذَا بِكَذَا معنَهُ وَأَنْتَ مُؤْمِنُ وَأَنْتَ تُصَلِّي وَأَنْتَ تَصُوم معنَهُ أَرَضَ اللَّهُ بِكَ خَيْرًا ستعطيكم مرة واحد من الصالحين كيف من ضرمة الأمور في الدنيا ما تمشي أَنْبَرْمِنِيسَانْ وَإِلْبَعْ بُوْخَفَرْ سَنُغَيُّسِي بَا لا بالزواج بيمشي الحال لا بالتجارة بيمشي الحال ولا إِلْنَغِيَفْ أَغْيَنْ غَيُّسِيْرْ حَتَّى الْأَحْمَرُ مَا مَشِي مَعْرُ مَمْ لَأَنْ إِتِي اُتِي اُتِسُّ دَوْلَا لَأَنْ نَا پَوُلُّ بُوْلِبُوْجَ إِلْنَا قَلِسُّ دِسُّ دِسُّ دُسُّ دِسُّ لَأَنْ إِلْنَا قَلِبُوْجَ سِنْتَوِلْا مَنَوْ ابتِهِ بَيَا لَأَنْتَ مَا شَيْرٍ يعني مثل الوارد c'est arrivé à son cœur c'est-à-dire si on est arrivé de ces choses-là c'est pour un bien pour toi لا تحزن لا تحزن الله تعالى إذا أحب عبده ولكن إيش كون هداه ووفقه للإيمان والعمل الصالح وهداه للصبر الله تعالى il guide الإيمان et les bonnes œuvres et à la patience et il les prouve par la suite et il patiente et à chaque fois qu'il patiente la récompense augmente يوم القيامة يرى الثواب على ذلك البلاء البلاء يرى الثواب يتمنى لو أن البلاء كان أكثر يرى الثواب البلاء الذي صبر علي lorsqu'il voit la récompense dans le paradis il souhaite s'il avait plus des épreuves هذا قارون ما كان يطعف ولا يعتبر il ne prenait pas conseil il n'acceptait pas qu'on lui dit comme exhortation comme conseil et je pense que الله يحب بهذا وخارجيهوم متجميل في موقب من عظيم من ملابس وماراكب وخدم وحشام وخدم يغدرت كورس أولاد的 رجل يقف معه يشهول الأعطاء يشهولون 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 يعملون يشهولون وهم أغبار يشهولون وخولف الفترة يشهولون يته يشهولون يحبون بعض الناس من قومة الموسى تمنعوا المؤمنين تمنعوا أن يكون لهم مثل ما لقارون Alors certains lorsqu'ils ont vu ça ils ont souhaité s'ils avaient comme lui de l'argent de l'or et des biens comment lui il avait les meilleures montures ils ont souhaité s'ils avaient comme lui des trésors et du bien فَلَمَّا عَلِمَا بِمَقَالَتِهِمْ الْعُلَمَاءُ الْعَارِفُونَ قالوا لهم وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعْمِنَ الصَّالِحَانِ les savants lorsqu'ils ont su ce qu'ils ont dit ces gens là ils ont dit mais quel malheur qu'est-ce que vous êtes en train de dire de souhaiter la récompense de Dieu qui donne aux Kouréens dans le dollar est mieux que tout ça مَنْتُمْ تَعْلَمْتُمْ مَوْدِعُ مَوْدِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ وَمَوْضِعُ الْقَدَمَيْنَ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا يا أخي خذ مثال أيضا لما ينزل الإنسان إلى القبر ما بالقبر ويرى مقعده في الجنة لو كان له قصرين وزوجتين وبستانين وقيل له تريد أن تعود إلى أهلك بقول لا يعني on dit la place où pour mettre les pieds dans le paradis est mieux que le bas monde tu vois alors les savants de Bani Israël ils ont dit à ces gens-là mais quel malheur qu'est-ce que vous êtes en train de dire la récompense que Dieu donne dans le dollar est mieux de ses biens de Qaroun le fait la récompense pour celui qui a cru et qui a œuvré dans le bien est beaucoup plus grand que ça ne souhaitait d'être ne souhaitait pas avoir ce qu'il avait Qaroun parce que des fois la personne il dit non si j'ai de l'argent je ne fais pas comme lui je vais payer la zakat je vais aider les pauvres je vais construire les mosquées je vais je vais une fois qu'il a un petit peu il ne fait rien du tout et il change d'un coup pardon il dit j'ai de l'arrivée يكون عندي مال حتى ساعد الفقراء والمساكين وابني مساجد وعطي زكاة وافتح طرقات وأعمل جسور وساعد اللي عندهم مرض وكذا فلما بصير عنده شيء قليل من هذا لو ما شرط مثل هدايا نراه تغيرت نيته وما عد يأطي زكاة وما عدنا نراه في المسجد وتتغير الحال المال يغير ليس النبي قال وفدنا تأمة المال بلا الفتنة بالجميع وفدنا 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 بعد الفتنة المال فتنة النساء ينتبه من هاتين الفتنتين فتنة المال وفتنة النساء اللي بغشاء من هذا يبتعد عن المال الحرام ويبتعد عن اللي هن من أهل الدنيا ما حديثهم إلا الدنيا ويبتعد أيضا عن مجالس النساء والنظر إلى النساء إن كان يخشى من هذه الفتنة فإذن يبتعد وإن كان لا يخشى أيضا يغضب الصره ويبتعد طيب قال وقال تعالى وَلَا يُلَقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ يعني الجنة يُلَقَاهَا مَنْ مَنْ صَبِرَ فِي الدُّنْيَا صَبَرَ على أداء الواجبات واجتناب المحارمات celui qui veut avoir le paradis alors il ne la trouve il ne l'aura que celui qui a patienté durant ce bas monde en faisant les obligations en délaissant le haram وَلَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبُرْ وَلَاكْتِمْ شِمَعَ الْحَقِّ دَوْمَنُوا وَتَصْبِرْ عَلَا أداء الواجبات وترك المحرمات وعلى ما ابتلاك الله به الصفر في هذه الأمور الثلاثة على أداء الواجبات وترك المحرمات وعلى ما ابتلاك الله به ما تحزن إذا أنت دمر بيتك ومصنعك وقتل أهلك وهجرت وغير ذلك بعده إيمانك موجود بعده عم تصلي بعده عم تصوم عم تحمد الله عز وجل صابر كل الحجة لك على من ظلمك كل الحجة يوم القيامة على من ظلمك وهذه الدنيا كلها من زمن آدم لقيام الساعة كما لو وضعت إصبعك في اليمن وأخرج إصبعك كم يخرج من الماء أمام البحر هذه الدنيا أمام الآخرة هيدون يتمتعوا بهذا البلل وأنتم لكم إيش؟ الآخرة والله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده مثقال ذرة لا يضيع عنده مثقال ذرة والظلم في الدنيا يكون ظلمات يوم القيامة ونحن لا نشكو بيعد لله أبدا ونبحثنا في الواقع ويوجد الدولة وضعت شدر식soft وأنه قلقة له بسامت وأنتم في صناعة ويعترض كما للغاية quienes مروا إلى السابقية الأساسية. إذا خلاص مج 1000% فيدرس وكذلك لاحقال منهم مشكله وملنا؟ نعم دعنا نعم دعنا نعم دعنا نعم دعنا نعم دعنا نعم دعنا نعم نعم حمد لله تعالى يجب أن تزد منهم مجتمع وتشاهد ويضا نعود لك بمضا أمتع وليه ما يفعله إليه لها سبحانه في هذه كثيراً مثلما يبضل الوظافة ثم يجب تفتح وفي الوظافة كثيراً في الوظافة كثيراً وفي الهوة يوم القيامة يوم القيامة 50 ألف سنة وفي الوحساب 50 موقف كل موقف ألف سنة بعدين إما خلود في الجنة وإما خلود في النار فأنيئاً لمن مات على الإيمان مع التقوى أنائاً لمن مات هذا الشيء يقول لما يأخذ كتاب خذوه ها أم أقرأوا كتابي المؤمن يقول ها أم أقرأوا كتابي إني ظلنت أعتقدت اعتقادا جازما أني ملاق حسابي فهو في عشرة راضية في جنة عالية أما الآخر يقول يا ليت لي لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليت هكانة القاضية يعني ليتني مت ولم أرجع على كله فإذن فبطاعة الله وبفضل من الله فليفرح المؤمن بطاعته بالإيمان به فليفرح بهذا عند الإيمان عند الإسلام عندك أكتر من شو اسمه شو اسمه ديك اللي بدك والتاني والتالث أنت عندك أكتر منه عندك أكتر من ثم قال تعالى فَبَيْنَمَهُ وَبِنَا شُبْحِبْهِذَا قال تعالى فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُمْ مِمْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ اللَّهُ تَعَالَهُمْ فَمَا كَانَ لَهُمْ فَمَا كَانَ لَهُمْ فَمَا كَانَ لَهُمْ فِيَنَ Ils ont regretté lorsqu'ils ont vu ce qui s'est passé à Qarun. Ils ont remercié Dieu qu'il n'aura pas fait comme il a eu Qarun. Par le fait d'être mécrayant, désobéissant, et par la suite, est parti par cette manière humiliante. Je ne sais pas comment ça. Qu'est-ce que ce qui s'est passé ? Et l'âme, et l'âme, et l'âme, et l'âme, et l'âme, et l'âme, et tout ça, il a tout à l'âme. Il a tout à l'âme. Il a tout à l'âme. C'est une grande 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 grande. Il a dit, La demeure de l'Odola, le paradis, sera en faveur de ceux qui ne cherchent pas la supériorité par l'injustice, l'orgueil, et la tyrannie, et la désobéissance. Il ne s'aime pas la corruption et la désobéissance sur terre. La bonne fin, c'est en faveur de pieux. Ou le paradis est un final. ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر فَقَالَ أَيْنَهِمْ موسى يَلَا دِي أَمَنِي سَتْفَمْ قَالَ أَسْتَحْلِفُكُبِ اللَّهِ الْعَظِيمِ أَن تَقُولِ السُّدْقِ je te demande par Allah Ta'ala Seigneur de dire la vérité à ce sujet قَالَتْ هَاُولَيْ أَجَعَلُوا لِمَالًا لِي أَقْذِبَ عَلَيْكِ alors elle a dit cette femme lorsque Moussa lui a demandé par Dieu de dire la vérité elle a dit ces gens-là m'ont proposé une somme d'argent pour que je dise ça contre toi mensongèrement فَعَنْدَ ذَلِكِ دَعَ عَلَيْهِمْ مُوسَى هَاُولَيْ نِسْبَتَ الزِّنَا إِلَا نَبِيْهِ كُفُرْ le fait d'attribuer la fornication à un prophète c'est de la mécréance احتمال فَا دَعَ عَلَيْهِمْ مُوسَى il a fait des invocations contre eux et après la terre s'enfonce par leurs pieds descend par terre descend, descend, descend jusqu'ils sont partis dans la terre et il a dit et il a dit Moussa il a dit Moussa il a dit au terre prenez-les 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 jusqu'ils sont disparus à l'intérieur de l'intérieur maintenant nous allons parler de la mécréance nous allons parler de la mécréance nous avons Moussa il a dit c'est le troisième prophète c'était qui avait beaucoup de pudeur وفي المدين في القصر يقولون بيشأي ويقولون مع بعضهم سيشف أن يشفه من البيان الإسرائيل يشفه يشفه ويشفه لم تبقره وموسيَمَا كَانَ ها فعل هذا وهم يقولون بيشأي إن كان هذا يمكنك أن يكون لديه مرادة من البرس أو لديه مرادة من الخصيات يقول لك أنه لديه مرادة من البرس أو لديه مرادة من تشكيات يقولونون مراتو إليهم اجدوا ما لديهم على ذلك المصر أولاً معهم المصر الله تعالى أراد الله تعالى أراد الله تعالى لم يكن كلها لكنه كان مصر لديهم لا تعالى ومعه فترسي الى نهر موليز il est descendu dans un fleuve pour se doucher il a laissé sur une pierre سيزابي ترقى ثيابه على حجر فماشا الحجر الحجر مشا مع ثياب alors alors la pierre est quitté la place فتابعاو موسا تابعاو موسا موسا لسيبي قول حجر ثيابي حجر en disant c'est mes amis arrête toi arrête toi puis il y avait des gens qui l'observaient ils ont vu qu'il n'y avait aucun problème aucun défaut de ce qu'ils disent بَرَّعَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِمَّا قَالُ طَيْم تَذَلِكُ وَرَدْفَ الْحَدِيثَ أَنَّا بِقَالِ يَرْحَمُ اللَّهُ موسا قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرْ مِنْ ذَارِكْ فَصَبْرُ سيدنا محمد a dit que Moussa a été plus il était plus بعض الناس اليوم بعد الجماعات الروافد يقولون غير صحيح كيف تقولون هذا كيف تقولون أن يعني موسى أنه برأه الله من هذا قال لا الصحيح أن هؤلاء نسبوا أن موسى عنده صنم يعبده كيف هذا الكلام هو دعاهم إلى التوحيد وعنده صنم يعبده هؤلاء هؤلاء اتهموا موسى بعبادة الصنم ما هذا أنا أكلمني فيها بعض الرافضة بهذا يقولون لا يقولون ك موسى يساعدوا الشيء هؤلاء نسبوا إلى هذا وأراد الله تعالى أن يبرئه أنه ليس فيه ذلك المرض وهذا ليس فيه تنقيص لنبي الله موسى ليس في هذا تنقيص لنبي الله موسى أنه اغتسل في النهر ثم هؤلاء لاحظوا أن ما فيه علا وما فيه مرض مما افتروا عليه كيف هم يقولون نبي ثم يقولون يتهمونه بأنه يعبد الصنم كيف يمشي هذا مع هذا كيف هذا إذا كان نبيا إذا قالوا هذا نبي كيف نبي ويعبد صنم رأوا مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرر بواد الأزرق فقال أيواد هذا قالوا واد الأزرق قال كأني أنظر إلى موسى وهو حابط من الثانية ولهو جوار إلى الله عز وجل موسى حجة فالنبي قال فالنبي قال كأني أنظر إلى وهو نازل من هذا الوادي ويرفع صوته بذكر الله بالتالبيا فالنبي قال سحابط من الثانية سحابط ويرفع صغر وعلي 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 وخيف انه يشترك لسهره رجل طويل يردنا أيضا أنه لما أرسل الله ملك الموت يقبض روحه موسى جاءه متشكلا كَنْ مَلَكِ الْمَوْتِ يَأْتِي مُتَشَكِّلِ يَنْ يَعْرَاهُ الْنَاسِ فَوَفَرْنَهُ مُوسَى أَنَّوْ رَجُلْ يُرِيدُ أَنْ يَضُرَّهُ يَوْزِي فَاللَّهَ تَمَعُمُ فاللَّهَ تَمَعُمُ Alors l'ange de la mort, lorsqu'il est venu prendre l'âme de Moussa Moussa n'a pas connu ce l'ange de la mort il a pensé c'est quelqu'un, un ennemi il voulait lui faire du mal et l'ange n'a pas, soit il n'a pas eu encore le temps pour lui parler et Moussa lui a donné ce coup ثُمَّ رَجَعَ مَلَكُ الْمَوْتِ يَا قُولِ يَا رَبَ الْسَلْتَنِي لَعَبْدِ اللَّهِ يُرِدُ الْمَوْتِ L'ange de la mort il a dit Monseigneur tu m'as envoyé quelqu'un qui ne veut pas mourir mais Moussa il ne savait pas il ne savait pas فَقَلَ رَجَعَ إِلَيْهِ وَقُلْ لَهُ دَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْ مِثَوْرٍ فَلَكَ بِمَا رَطَّ تِيَدَكَ مِنَ الْشَعَرَاتِ بِكُلِ شَعَرَاتٍ سَلَمْ اللَّهُ يَعْلَمْ مَا يَكُونَ Allah sait ce qu'il va dire par la suite Moussa mais pour lui montrer à Malaq al-Mawd que Moussa non c'est pas quelqu'un qui aime la vie il lui a dit de lui proposer mettre la main sur la peau d'un taureau, d'un veau et ce que la main couvre comme poil, tu auras de chaque poil une année, et si tu mets comme ça il y aura des milliers ou il y aura beaucoup de poils فَقَالَ أَيْرَبْ ثُمَّ مَاذَا بعد ذلك, après il lui a dit, et après si j'irai ça, après il lui a dit قال à Moussa, il a dit après après ça, il y a la mort, il a dit mais c'est maintenant, pourquoi on attend toute cette période L'AQI, le a dit, et après 4 ans, ils ont fait 40 ans à cause de leurs deuxi esaubeissants alors il a dit, oh Allah fiquem à Mouq لأنه سيكون بحجر بحجر يعني بقدر ما يرور ما إذا رميت الحجر يكون قريب من الأرض المقدسة من الواحل الريحة النابي قال قبر هناك عند الكثيب الأحمر سي جئت لبا جاليه مرحبا لكي ترى التم بحجر 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 هناك مكان هناك المسلمين سيقول هذا هو قبر موسى لأنه كما قال النبي دالهم بالكلم و بعض الصالحين رأى في الرؤية عن هذا عن قبر موجود عند الكثيب الأحمر لا يزالت تحدث عنها ويشتركوا هذا على المستقبل ويشتركوا بحجر من المسلمين لحاجة لكي ترى موسى ويشتركوا الناب لكن اليهود أقول لله يأخذنا هذا هل قال لذا هل تنسى أنه يزعجو المسلمين في قبر النبي الله وإبراهيم الخليل وهو قبر إبراهيم الخليل تجربة محمد محمد يسعدها تجربة إبراهيم الخليل إجاء ابن القيم الجوزيّع على فلسطين على الخليل حقًا إبن الطيميه يسمى ابن الطيميه يقول ابن الطيميه يريد أنه يجربة لتجربة قبر النبي اولي إبن القيم يجبر انه غيره فقال بالخطبة فقال بالخطبة فقال بالخطبة فقال بالخطبة يعني وَتَكَلَّم بِالْتَحْرِيمِ إِلَا بَالْتَحْرِيمِ فَرُفِعَ الْأَمَرِ الْقُضَاتِ فَحَكَمُوا بِكُفْرِهِ فَبَسْ بِكُفْرُوْا وَعَنْ يُفْصَلَرَا سُوَعَنْ جَسَدِهِ alors la question a été rapportée aux savants les juges ils ont dit c'est de l'Amérique c'est lui qui dit ça on le coupe la tête c'est comme le quâtre فهو لما عرف فوراً ذهب إلى ila etéché القاضي الحنبلي وقال أنا أتوب ce sont les monnafiquines les wahaïbien monnafiquines c'est des hypocrite l'a dit j'an atop j'achadu à la ilaha illallah 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 فمات في السجن ابن تلميان هلأ بيعنوا لك أفلام بيعضوها بمصر والوهبية وكذا أنه يعني الزلم رجل رجل فتان مفسد خالف المسلمين في ستين مسألة مجمع عليها والله سبحانه وتعالى أعلم وحكم الحمد لله للمعالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير